سلام والله عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي دائما دائما وصفات للجمال مع الهام وصفة اليوم ان شاء الله ستكون وصفة بخصوص التخصيص جئتكم هات الوصفة لانه عارفة بزاف اللي بنات غيبوها وهي عبارة عن مشروب اي وصفة ليست للاستخدام الخارجي يعني مشروب او لمحلول غاد شربوه وواحد اللي بنا فيه غزالة ورائع بخصوص التخصيص نقص الوزن في الثلاثة ديال الايام فقط يعني وصفة تستحق منكم التجربة وغادي يكون بواحد المكون غزال وبنين بنين بنين بزاف اللي هو الرمان خصوصا كما تعرفو الفطرات دياله يعني را كان مشحل هادي يعني وباقي داب الفطرات دياله يعني نغتانم الفرصة ونحاولو ناخدوه لانه فاشكة تمشي الفطرات دياله ورا ما كتيب كاش متوفر في السوق وبالتالي صراحة قنضيعوف واحد الفاكهة اللي زوينة زوينة بزاف وخصنت انه حتى تجي الوقت ديالها عاد نستفدو منها مرة اخرى فحاولوا تغتانموا الفرصة وهذا الفاكهة اللي هي فاكهة الرمان او لحبيبات الرمان حاولوا تاكلهم لانه من غير وصفات التخصيص غير لكلينهم غير بوحديتهم خصوصا بهاد القشيرات ديالهم هذا فراهم رائعين بنسبة للناس او السيدات او الرجال ايضا اللي عندهم المعيدة عندهم بزاف ديال امراض فراه زوين 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 بزاف وحتى البنة دياله رائعة صراحة من عشقش حاجة اسمي سار برومان قبل ما نشون تعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة تتحضير فبعدا نرحب بكم انتوما كل من كي زورنا وكل من كي شاهدنا وكل من كي تبعنا وكي دعمنا فنقول لكم مرحبا بكم ما تنسوش تنضموا القناهات ديالنا بالضغطة لازل الاشتراك موجود اسفل الفيديو وايضا تفعلكم ازل الجرس تخليوا لنا الارأة ديالكم تعليقاتكم اقتراحتكم استفساراتكم شنو ان شاء الله تبعوا تشوفوا في الفيديوهات المقبلة شنو الوصفات اللي ستبعوني نتكلم عليهم يعني لأي وصفة قلتولي هدري عليها ولا تكلمي عليها فنهدر عليها ونتكلم عليها على الرأس والعين حبيباتي و بسم الله على بركة الله مشو برش انتعرفوا على مقونات الوصفات كيفش غدي نعملوا لهذا المشروف هذا اللي هو بنين وزوين وكي نقص الوزن في الضار في ثلاثة ديال ايام ممكن استخدموه الصغر كيف ممكن استخدموه الكبر فكما قلت لكم غنحتاجوا للرمان فاكهة الرمان رائعة 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 حاولوا تكترو منها محند كين الوقيتة ديالها يعني دا بغتان من فرصة ما امكان فهذه الفكهة ديال الرمان حاولوا دائما تاخدو الرمان اللي كيكون في هاد اللون يعني كيكون غوز ما يكونش داك كتحسوا به ما عندو حتى شي لون هادا كرام ما كيكونش طيب مزيان يعني الرمان دياله كيكون باللون الابيض وهذاك مزوينش دائما حاولوا تاخدوه غوز خايب اللي يكون بهذا الشكل هذا راه رائع وطيب 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 بزاف فكتاخدو الكيمية الرمان اللي غتناسبكم يعني سواء رمانة ولا جوج رمانات على حسب دائما الاختيار كيبقى رجعلكم في الكيمية وكتفرتته بهذا الشكل هذا وبخصوص ثاني مكوين اللي ان شاء الله سنحتاجه في هذا الغوز سنحتاج هنا يا عصر البرتوقال هنا يخديت جوجة البرتوقالات وعصرتهم يعني الليمون ماشي الحامض الناس اللي بغني يستخدموا الحامض فممكن عندكم جوجة الاختيارات ما بين الحامض والليمون أنا صراحة عاجبني الليمون وبلتعلش لم نستخدموش بالليمون يكون حتى هو رائع واخر مكوين معانا اللي هو النعناع النعناع الطازج أنا غا نسموه بالنعناع انتم ما نسموه باش ما بغيتو ولكن النعناع صراحة زوين حتى هو كي عندو دور مهم بخصوص تخصيص فهذا هما العناصر يعني حالة نبسطهم لكم ما امكان ما نكترش لكم اكيد العناصر باش هكذا ما تدخوش وباش ان شاء الله تعملو هاد لغوست في القريب العاجل وترجعوا لنفس الفيديو في تعليق تقولوا لي كيفجزكم الوصفة بعد ما جربتوها انا اكيد حبيبتي فانتدار تعليقاتكم الرائعة والجميلة وده بندز معكم لطريقة تحضير هاد المشروب هذا فبسم الله سوف ناخد يعني نخلط الكهربائي فاش غنخلط كل شي وكناخدو كمية ديال الرمان يعني على حسب كما قلت لكم حاولو تستاخد محتدو كل القشيرات اللي وريتهم لكم في بداية الفيديو وكناخدو أوراق النعناح وكناخدو عسير الليمون يعني البرتقال وكناخدو واحد الكوب ديال الماء معديني وكنتحنو هاد العناصر مزيان وبعد ما تحنتو اصبح بهاد الشكل هادا هانتو ما الان كيصبح جاهز الاستخدام فما علينا إلا ناخدو صفايا ونصفو ونشرب ديالنا فكما كتلاحظوا يعني كيبقى واكدا يشوائب ديال الرمان وديال النعناح فحنا هي كنزولوهم بشكل يبقى لنغر مشروب صافي كنزولوهم بهاد طريقة هادي وكن عاوز نكمل نفس الطريقة حتى ننتاهي مشروب رائع رائع جدا بخصوص التخصيص وبنين بزر يعني كما كان قولو حلو ما تحتاجوش اضيفوا لا اسكر لا 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 سلح حتى شي حاجة من السم وحلو يعني الحلوات ديال الرمان طبيعيا هاد البصفة ان شاء الله غا تولي من المفضلات ديالكم يعني تقدروا تنسو اي وصفة كانت ديال التخصيص وتبقى من التامدين غير على هاد لغو السيد هادي لانها بنينا زوينة غير مكلفة الحمد لله يعني مكونات بسيطة نغتانموا فاكهات الرمان كما سبق لي وذكرت في فيديو البنات لانها مفيدة وكما قلت لكم قريب يمشي هاد الفاكهة قريبة تمشي يعني الموسم دياله قريب يمشي وبالتالي غنضيعوا فيها بزر لانه سرحنا من العشاق 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 دياله بشكل كبير فاكهة الرمان وفاكهة الفراولة اولا فاكهة الفراس يعني انه سرحنا من العشاق ديالها بشكل كبير نحاولو كما تلكم نغتانموا الفرصة ما امكن وناخدوا منها كمية مناسبة هكذا ينعملوها في الوصفات واكيد ناكلوها نفس الوقت فاكهة هذا هو المشروب رائع رائع والهنة والشفاء لأي شخص يجربه سواء كانت امرأة ولا رجل وصفة تليومهي الجنسين وبواسطة واحد المشروب وبواسطة واحد الفاكهة من الأرواع الفواكه الموجودة الحمد لله في بلادنا فاكما قلت لكم حاولوا البنات تخليوا لي في تعليق ديالكم فاكما قلت لكم اللي كتحمق على هاد الفاكهة واللي هي فاكهة الرمان أنا صراحة من المحبين ومن العشاق ديال هاد الفاكهة هادي تقسموا لنا في تعليق واشتنتم في حالي فهذا هو المشروب بعد التطبيق دياله بعد ما حصلنا عليه جاهز يعني صافي بدون شوائب نهائيا فكتاخذوا هاد المشروب هاد قبل الوجبات الفطور وبعد الوجبات الغذاء وقبل الوجبات العشب واحد نسو ساعة عيني كتاخذوه ثلاثة المرات مثلا ممكن غير هاد الكوب واحد تقسموه الى ثلاثة ثلاثة ديال اشكال وتاخدو الشكل الاول قبل الفطور شكل الثاني قبل الوجبات الغذاء ومن بعد ناخدوه قبل الوجبات ديال العشب يعني عود لكم باش تفهموا كتر كتاخدو كوب او نصف كوب على حسب وكتاخدوه قبل الوجبات ديال الفطور من بعد الوجبات ديال الغذاء نتمنى انكم تكونوا استفتوا معي وفهمتوني شنو بغيت نقصد فكما قلنا قبل الفطور بعد الغذاء وقبل العشب فانتمنى الشرحة ديالي كان مفصل لكم إلا ما فهمتوش اي حاجة كتبها لي في التعاليق وكما قلت لكم ممكن اننا نقسموه ثلاثة ديال الاسناف سينو إلا ما مقدرناش بنا ناخدوه هكذا كوب واحد قبل الوجبات ديال الفطور وبعد الوجبات الغذاء فأكيد ممكن اننا نقسموه ثلاثة ديال الاسناف فالمهم هو ايضا يحسنوه ثلاثة ديال مرات في اليوم رائع ومفيد وكما قلنا نحاولو نستخدموه في الوصفة الطبيعية ونحاولو نغتنمو الفرصة وناكلوه ناكلوه 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 ونشبعو منوه لانه زوين 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 عندو حد الحلوة طبيعية ورائعة مليون في المئة ومفيد جدا بالنسبة للسيدات اللي كيبعوها حاولوا غير تحليوا به غير هو لأن الحلاوات طبيعية يعني ليس إصطناعية أو كما تقولون كتبقى شدة في الجسم وعنده عدة فوائد للجسم من غير التخصيص وفوائد للأمور إن شاء الله نقدم لكم فائدة وصفات إن كانت هذه الوصفة اليوم أتمنى أنها لترادة لكم أتمنى أن الشرح كان مفيد لكم أي حاجة لبنات ما فهمتوهاش سواء نساء أو رجال فكلام يموجه لكل من يشاهدني خليوها ليفتح عليك وحاولوا تفعلوا ما أمكن في كومنت تغبس عليقاتكم بالليكات ديلكم تم الليكات ديلكم ركز زيد تحمسني باش نجيب لكم الجديد إن شاء الله يوميا موجود في القناة وايضا اشتراك وتفعلكم زل جرس ونشوفكم في فيديو جديد عن قريب